ويسألونك عن ذي القرنين ده قصص قرآني من القصص القرآنية اللي احنا مش عارفين طيب مين اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين وسألوه ليه واصلا قصة ذي القرنين لما جات في القرآن الكريم احنا عارفين انه ليها مغزى وليها هدف في النهاية طيب هم الصحابة يعني عارفوا منين هذه القصة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصة سؤالهم عن قصة ذي القرنين كتأيه خلونا نسأل فضلت الشيخ أشرف الفيل إزاي حضرتك هم عرفوا أصلا منين قصة ذي القرنين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعض طبعا لا شك أن قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك كتب سابقة فكانت هناك التوراة والإنجيل فكان مما كتب في التوراة أن الذين حكموا الأرض قبل بعد مجيء آدم مباشرة ما بين آدم ونوح الفترة الطويلة أو اللي حصلت ديك الذين حكموا الأرض أربعة مالكاني اثنين من الملوك ظالمين واثنين عدله عدل فيأتي ملك عادل ثم ظالم ثم عادل ثم ظالم يعني إيجي واحد كده واللي بعد منه يجي كده ودولك اللي حكموا الأرض كلها في أول الدنيا في الفترة اللي ما بين آدم وبين سيدنا نوح عليه السلام اللي هي بداية الكون بقى وبداية الحاجات والحياة وكده فعشان كده كانت الدنيا خفيفة وسهلة والقرى الأرضية الناس اللي مخلوقين فيها في الزمن ده كان عندهم يعني خصائص يقدروا يتحركوا بسرعة من مكان لمكان لدرجة أن القصة اللي معنا الراجل ميشي من مشرق الشمس إلى مغرب الشمس يعني الشمس بتشرق فين في الشر راح الشر الشمس بتجرب فين في الغرب راح الغرب يعني أحدك متخيلة الموقف عامل إزاي صعب جدا طيب هنا بقى اليهود كانت في كتبهم هذا الكلام فلما كان في كتبهم هذا الكلام وكانت كثير من الصحابة قد تأثر بهذه القراءات فبعض اليهود سألوهم قالوا طب اسألوه هو ذي القرنين ده قصته إيه هل يشوفوا بقى يعرف ولا ما يعرفش يبقى هنا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكلوا عليكم منه ذكره قال لي بقى لك من كلمة منه يعني مش كل قصته أنا مش هحكي لكم كل حاجة عنه فالقرآن الكريم حاب يعلمنا ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم إن حتى القرآن لما بيتكلم في القصص له طريقة بيجيب الحكمة من ذكر القصص والدروس المستفادة منها مالوش علاقة بقى باسمه ولا بشكله ولا بكونه إيه ولا منين ولا راح فين ولا عمل إيه ولا ولا حتى يجب لنا الأسباب التي اتخذها ده القرنين قال له ثم أتبع سببه ربنا عمل له أسباب هو أخذ الأسباب إيه الأسباب يا رب ربنا ما تكلمش عنها طب إيه اللي حصل ما نعرفش طب إيه ما فيش لأن القرآن الكريم يبحث فقط عن الدروس المستفادة من القصة هو عايز يديك دروس مستفادة هو مش عايز يوصلك لمراحل إحنا مش هنستفيد منها في حاجة عايز يفهمك إن الكون زمان كله أو الكرة الأرضية كلها لم تكن بهذا الابتساع تمام كده أو لم يروا أن نقت الأرض ننقصها من أطرافها يعني الأرض بتنقصه بتزيده بتنقصه بتزيد فهنا يبقى فيه كان فيه تناقص في الأرض يبقى كمية الأرض ومساحة الأرض ليست هيك المساحة الموجودة الآن فعشان كده قال إيه بقى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكله عليكم منه ذكرى إيه رب القصته قال والله إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هنا دي الحكمة بقى في القصة إن ربنا لما يديك أسباب خد بالأسباب